السلام عليكم اليوم هنحاول نعاونكم تفرقوا ما بين الشخص الكاذب والصادق و هنعطيكم بعض العلامات بلا شك تفقوا معي أن الكاذب من أسوأ السفات والكاذب هو إنسان مكروه من طرف الجميع وغير جدير بالثقة بتاتا والمصيبة أن يكون عندك مسؤول وهو كاذب يعني كتسمع فيه كيقول شي غدرا للا تنطبق على الواقع مثلا يقول لك أنا كنعطي من جيبي وكذا وهو رمع يعطي التحاجة من جيبه أو لا يقول لك أنا كنخلص وكندير وهو رمع كيخلص النسرة بقى كتساله ولا كيقول لك أنا رمع الحرام مجنحملوش وهو رمع جون كله بالحرام خليكم معايا هناك علامات تاعدك تميز ما بين الكاذب والصادق أولا لاحظ منك يكون يهدر معاك كيبدأ يعمل واحد الحركات لإرادية مثلا كيقدر يحك نيفو يعط على شنايفو يمس هاد لباقتي هدي ليه هنا يا بلا ما يشعر رد بالك مرة مرة كيقس ودنو من اللور من هنا تانيا وانتك تهدر معاه كيحاول يهرب بعينيه منك ما عندوش الجرأة أنه يحط عينيه في عينك وحتى لو أنه استعمل عينيه كيبدأ يشوف هنا ويشوف هنا بوحد طريقة غير عادية غير كيبغي يوضح للناس ويبين لك بأنه راه واتق من نفسه اندزو العلامة الثالثة لاحظ مني يكون واقف قبالتك إما تكون مرخي أو كيكون ميلة لجنب الليسر أو اليمين عمرك ما تلقاه مستقيم هكا قبالتك العلامة الرابعة أن الصادق تيبين من الإبتسامة دياله مني كيتحك معك العضلة تعلوجه كاملة تيخدمها لكن الكادب كيخدمه رجزء من عضلة الوجه لأنه عنده واحد لحق السخرة كتكون شاغلاه وليك يكون مخبيها عليك العلامة الخامسة أنك تلاحظ مني يكون جالس معك في القهوة إيديتي يكون خبيها لك إيد وحده التحت من الطاولة وإلا كان واقف راه هو مرخي وحاط إيده في الجيب دياله دائما إيد وحده مخبيه العلامة السادسة هي أنه هو كيتكلم معك كيستعمل إحنا كنزيله إحنا غنعمله ماشي أنا كنبغي أنا غنزيل وآخر علامة هي أنه مني كيكون يهدر معك دائما كيشغل إيديه بشي حاجة إما بالتليفون إما بالمفاتسة إحتياله نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل إلى اللقاء